تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي وصلت إلى ميناء بورت السودان سفينة إمداد مصرية محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية مقدمة من عدد من الجهات على رأسها الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجامعة العربية لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجاً للأشقاء السودانيين تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين وصلت إلى ميناء بورت سودان بدولة السودان سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية من ميناء سفاجة بقاعدة البحر الأحمر البحرية محمل عليها مئات من الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجامعة الدول العربية وجمعية الهلال المصري والسفارة السودانية بمصر وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجاً بدولة السودان الشقيق من جانبهم أعرب المسؤولون عن تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومة وشعباً هذا اليوم نستقبل واحدة من المساعدات من الإخوة والأشقاء في دولة مصر وده ليس أول دعم وسند يجد السودان خلال أزمات سابقة وخلال أعمال سابقة تلقى السودان دعم وسند من الإخوة والأشقاء في مصر على المستوين على مستوى المواطنين الموجودين داخل السودان على مستوى كذلك المواطنين البلجأوا لمصر العربية بأعداد كبيرة في هذه الفترة معظم المساعدات الطبية والصحية التي وصلت للبلاد هي من خلال الأشقاء في دول الإقليم ومن بينهم مصر العربية كذلك هناك دور كبير جداً لعبة مصر مع السودان خلال هذه تحريك الدعومات العالمية عبر المنصات المختلفة على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم نحن شاكلين لجمهورية مصر حكومة والشعب ومانحين ومتعاونين ومنظمات نحن سعداء اليوم باستقبالنا للإخوة الأشقاء جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الهلال الأحمر المصري وفي معايتهم هذه الباخرة الضخمة التي تحمل أكثر من أتيطاً من المواد الغدائية والطبية لشعب السوداني ونحن في جمعية الهلال الأحمر السوداني سنتولى توزيع هذه المساعدات على 13 ولاية مختلفة في السودان من أجل مساعدة وإنقاذ الأرواح التي تحتاج لمساعدة في الشعب في السودان بداية نتوجه بالشكر والتقديم لإخواننا وشقائنا في مصر خاصة السلطات المصرية وأيضاً توجه بالشكر لإخواننا أيضاً في الهلال الأحمر المصري على جهودهم التنسيق وتشاور في إصال هذه المساعدات بحمولة 190 طن مقدمة بدولة الكويت بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو والشكر موصول لإخواننا في الهلال الأحمر السوداني على توصيل إصال هذه المساعدات ومتابعتها على الأرض لتوزيحها على أخواننا المحتاجين في السودان يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحني والأزمات